مأساة جديدة حلت باللبنانيين بعدما ارتفعت أسعار أدوية الأمراض المزمنة ما دفع بالبعض إلى التحذير من موت جماعي يهدد حياة فقراء هذا البلد الدواء يكون مادة أساسية لحياة الإنسان مثل الأكل والشرب وكذا وغيره أنا أعرف ناس كثير لا أعرف أن يجب الدواء أول شيء ما فيه دواء وصبت أربع خمسة أدريت عم ببرم ما عم لقي دواء الدواء اللي بدي إياه يعني وغالي كثير الارتفاع الكبير بالأسعار جاء بعدما قررت الحكومة اللبنانية منتصف تشرين الثاني الحالي تخليص الدعم الذي كانت تؤمنه للسيراد تلك الأدوية وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعارها ما بين عشر واثني عشر ضعفاً هذا الارتفاع الكبير قررت به الكوادر الصحية في بيروت حيث أكد عدد من الأطباء والصيادلة أن ارتفاع أسعار الأدوية شكل صدمة بالنسبة إلى كثير من المواطنين وبدأ ينعكس تراجعاً في إقبالهم على الصيدليات تأثرت الأسعار كثير يعني عالية كثير منيح وعم نشوف الإقبال يعني على العالم أنه أوقات عم تجي تتفاجأ يعني أوقات أدوية ب 17 ألف طلعت 200 300 وفي شي يعني هني مشكلاتهم عالية بنفس الطريقة نسب وبعد في نقص كمان بالأدوية بعد في نقص كمان بالأدوية في ناس عم تاخد أدويتها في ناس عم تتركها أما الرد الحكومي على الغلاء الفاحش في الأدوية كان على لسان وزير الصحة اللبناني الذي قال أن الأزمة المالية كان لها تأثير سلبي على نظام الرعاية الصحية في لبنان نستورد ما يقارب 85% من الأدوية ولدينا نقص في الموازنة ولا نستطيع شراء الأدوية لأنها باهظة الثمن وبحسب منظمة الإسكوات تابعة للأمم المتحدة يرزح 74% من سكان لبنان تحت خط الفقر على أثر أزمة اقتصادية حادة تعصف به منذ أكثر من عامين وصنفها البنك الدولي على أنها واحدة من بين ثلاث أزمات هي الأسوأ في العالم